وسائل نقل ومبان صديقة للبيئة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والتعويض عنها بالمصادر الخضراء في نواحي الحياة المختلفة وسائل تعتمدها المملكة المتحدة للتقليل من مخاطر التغير المناخي التي باتت واضحة من خلال التقلبات المستمرة التي يشهدها تقص البلاد لكن سياسات لندن وتعهداتها بخفض الانبعاثات الكربونية وصولا إلى صاف الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050 يصطدم بعراقيل منها أزمة الطاقة المملكة المتحدة لديها خطة صافي انبعاثات الكربون في عام 2050 ولديها خطة أيضا لتقليل الكربون الخصوصي وأيضا اعتمدت وتكلفت جزء منها كان تبعا للسياسات التابعة في أوروبا لتخفيض الانبعاثات مثلا في قطاع الصناعة في قطاع أيضا المواصلات وأيضا في قطاع الطاقة في قطاع المواصلات مثلا اتباع السيارات الخالية من الكربون أو من الانبعاثات وأيضا استخدام تقليل الانبعاثات أيضا في الطاقة التوعية المجتمعية بمخاطر التلوث البيئي هي أحد الأساليب التي تركز عليها البلاد في السياسات المناخية إذ أصبح الناس يفضلون الخيارات الصديقة للبيئة حتى بات هذا النوع ينعكس على الفنون في شوارع وحدائق البلاد كان آخرها من خلال رسم جرافيتي للفنان الشهير بانكسي أعتقد أن العمل مهم بسبب الطريقة التي يتناول فيها موضوع تغير المناخ وكيفية التعويض عن الأضرار التي لحقت بالطبيعة بشكل عام وكانت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني أعلنت أن انبعاثات الغازات الدفيئة وأهمها ثاني أكسيد الكربون انخفضت بنسبة أكثر من 5% في عام 2023 عن العام الذي سبقه لأسباب منها استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء وتراجع الطلب على التدفئة بسبب ارتفاع الأسعار ويعطي التجول في شوارع العاصمة البريطانية لندن نظرة عامة عن السياسات المتبعة للمصول إلى مناخ أنظف من خلال الاعتماد على وسائل النقل والسيارات الكهربائية وغيرها من الوسائل المتعددة منخفضة الانبعاثات والأكثر صداقة للبيئة لمركز أخبار قنوات أبو ظبي جمان العزاوي لندن جزبات ماتفد